ظاهر وعلي بيشفي العليل نفحاته فينا سو بتقوينا من جهل الجاهل هو بيحمينا عنا التليل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين أسعد الله مساءكم ويسر لكم أموركم وتقبل الله عز وجل منا ومنكم صالح الأعمال اليوم رح نتكلم إن شاء الله عن يوم عاشوراء المبارك هذا اليوم العظيم الذي ورد فيه الكثير من النصوص الشرعية وردت فيه الكثير من النصوص التي تدل على عظمتي وفضلي هذا اليوم ومن ذلك ما جاء في صحيح الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عز وجل عنهما أنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يعني يوم عاشوراء فيوم عاشوراء له فضيلة له فضيلة عظيمة وله حرم قديمة وصومه لفضله كان معروفا حتى بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان هذا اليوم معروف بفضائله وأسراره صامه سيدنا نوح وصامه موسى عليهم السلام وأيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عاشوراء يوم كانت تصومه الأنبياء فصوموه أنتم يعني حتى الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الأنبياء كانوا يصومون عاشوراء وحث الرسول عليه الصلاة والسلام أمته على صوم هذا اليوم العظيم الرسول لما قدم إلى المدينة المنورة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء هم لما سئلوا عن ذلك ماذا قالوا قالوا هذا يوم أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون فنحن نصومه تعظيما له يعني اليهود كانوا يصومون عاشوراء لأن الله عز وجل أظهر موسى ونجاه من فرعون ونجى أيضا من كان معه من بني إسرائيل فالرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال نحن أولى بموسى منكم لأن موسى عليه الصلاة والسلام مسلم وكل الأنبياء كانوا على دين الإسلام فلذلك قال نحن أولى بموسى منكم فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه وهذا الحديث متفق عليه أمر الناس بصيامه ليس على معنى أنه أوجب علينا أن نصوم عاشوراء لا، هو صوم يوم عاشوراء سنة لم يفرضه المولى عز وجل علينا لما ورد في حديث آخر قاله عليه الصلاة والسلام قال هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه إذن بيّن لنا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن صوم عاشوراء ليس فرضا ما كتبه الله علينا ما أوجبه علينا ما فرضه علينا ولكن صيامه سنة ثم بيّن صلى الله عليه وسلم أنه صائم في هذا اليوم هذا فيه حث للأمة على صيام عاشوراء لما فيه من فض عظيم ومن حيث الأجر والثواب سئل عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم عن صوم يوم عاشوراء فأجاب صلى الله عليه وسلم بقوله يكفر السنة الماضية يكفر السنة الماضية وفي لفظ آخر قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله يعني يؤجر الإنسان وتكون له هذه المزية في حال إن صام يوم عاشوراء لله سبحانه وتعالى حتى يسن لنا أيضا أن نصوم تاسعاء مع عاشوراء تاسعاء له التاسع من المحرم عاشوراء العاشر من المحرم من الشهر المحرم وتاسعاء هو التاسع من المحرم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أيضا فيما رواه الإمام مسلم لَإِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعُ ولكن مات صلى الله عليه وسلم قبله فبمجرد أن قال لَإِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعُ معناه هذا فيه إظهار فضل صيام تاسعاء مع عاشوراء يعني يسن لنا أيضا أن نصوم تاسعاء مع عاشوراء الإمام الشافعي رحمة الله عليه ماذا قال؟ قال يستحب صوم التاسع والعاشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى صيام التاسع وكذلك الأحسن أن يصوم الحادي عشر الآن الحكمة من صوم تاسعاء مع عاشوراء أنه احتمال يكون فيه خطأ خطأ بحساب الشهر في أول الشهر يعني قد نكون قد أخطأنا في أول الشهر فلذلك إذا صمنا تاسعاء مع عاشوراء ولو زدنا على ذلك الحادي عشر ندرك صوم عاشوراء وفي حكمة أخرى أيضا اللي هي أن ننخالف اليهود لأن اليهود كانوا صوموا بس عاشوراء فعشان ننخالفهم نروح من صوم إيش؟ من صوم تاسعاء لذلك قال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع منه فنصوم تاسعاء ونصوم عاشراء وأيضا يستحب أن نصوم مع ذلك الحادي عشر طبعا نحن نحكي كل هذا من حيث السنة كل هذا نحكي من حيث أن هذا أمر مسنون هذا ليس فرض يعني الشافعي نص على استحباب على استحباب صوم هذه الأيام الثلاثة كما ذكر في كتابه الأم وبيّن أن ذلك ليس واجبا علينا ليس فرضا علينا ولكن نحن نصوم عاشوراء شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة الله عز وجل نعمه علينا عظيمة فطاعة لله شكرا لله نحن نصوم هذا اليوم وهو اليوم الذي نجى الله تبارك وتعالى فيه موسى وأهلك فرعون وأيضا إحنا بس نصوم التاسع مع العاشر ولو زدنا الحادي عشر منكون هيك يعني أظهرنا في ذلك أننا نخالف اليهود ولا نتشبه بهم ونقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال لَإِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعِ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام دائما كان يعلمنا أن نخالف الكفار وأن من نتشبه فيهم نخالفهم ما من نتشبه فيهم في حديث ورد أيضا رواه الإمام أحمد ورواه الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام ويقول إنهما يعني السبت الأحد يوما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم يعني أصوم فيه في هذه الأيام الحديث رواه الإمام أحمد ورواه ابن حبان وغيرهما فيوم عاشراء هو من جملة الأيام المباركة ومثل ما كنا عم نتكلم عن يوم عرفة وبقية الأيام أو الليالي أو الشهور المباركة عم نتكلم عن يوم عاشراء لأنه هو محطة من المحطات التي نتزود بها لآخرتنا مثل ما ذكرنا سابقا في عنا محطات خلال العام يتزود بها الإنسان لآخرته في كل محطة من هذه المحطات نزيد في الطاعات نزيد في الأعمال الصالحة طيب عاشراء لعاشر من محرم نعم هو محطة من جملة هذه المحطات هو يوم مبارك يوم عظيم ونحن علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فنصوم هذا اليوم تقربا إلى الله عز وجل نزيد في الأعمال الصالحة نزيد في أعمال البر والفضل والإحسان الصيام بشكل عام هو أصلا طاعة عظيمة يؤجر عليها الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفة سبعين خريفة أيش فيه كمان أشياء نسويها في هذا اليوم كفرة الصلاة الذكر الدعاء اللجوء إلى الله الاستغفار التوبة من الذنوب التوبة من الذنوب التوبة أكيد في كل الأوقات وفي كل الشهور ولكن أيضا الأفضل أن يستقبل الإنسان هذا اليوم باستحضار التوبة فيتوب إلى الله عز وجل من الذنوب التي اقترفها ويجتهد في الدعاء كثيرا ويكفر من دعوة ذنون الذي كان هذا الدعاء الذي دعا به سيدنا يونس وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أكفر من هذا الدعاء في يوم عشراء وفي كل الأيام النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه لم يدع به رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له إلا استجيب له لذلك أكثر من هذه الدعوة وأنتم تدعون الله سبحانه وتعالى أدخلوا هذا الدعاء في جملة أتعيتكم وكرروه كرروه ليس فقط مرة مرات ومرات ومرات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين والشرع إذا بنرجع إحنا لأحكام الشرعية دائما نجد أن أن الشرع هث على تجديد التوبة دائما نجدد التوبة في كل يوم نحاسب أنفسنا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى وفرصة بهاليوم العظيم يوم عشراء أن يعني نكثر من هذه الدعوات ونستحضر التوبة من الذنوب ونقبل على الأعمال الصالحة أكثر وأكثر وأكثر ونستقبل أيضا هذا اليوم بكثرة الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر لما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هذا دعاء سيد الاستغفار كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام بزيد بهالدعاء في يوم عشراء وأسأل الله عز وجل الكريم أن يغفر لي أن يرحمني ألا يكلني إلى نفسي طرفة عين أن يخلصني من الذنوب والآثام هذه الدعوات التي علمها الرسول عليه السلام مثل هذا الدعاء المأثور فيه نفع وفيه سر عظيم يعني حقيقة الواحد منا ينتفع بتكرار هذه الأدعية المأثورة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك في عشراء يستحب لنا كما ذكر العلماء يستحب أن يوسع الإنسان في يوم عشراء على أهل بيته وعلى عياله يعني توسع على الذين تعولهم على الذين تنفق عليهم توسع عليهم وتؤجر على ذلك لأنه جاء في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من وسع على عياله يوم عشراء يوم عشراء لم يزل في ساعة سائر سنته يعني الله عز وجل يوسع عليه ويرزقه بسر أنه وسع على أهله وفعل ذلك في يوم عشراء حتى بعض العلماء وبعض علماء أهل السلف الصالح كانوا يقولون جربناه منذ عشرين سنة فما رأينا إلى خير يعني هذا شيء مجرب يذكر أهل العلم أنهم جربوه فرأوا أسراره وبالإضافة أنه هذا اليوم مثل ما تعرفه وصار في أحداث كثيرة جدا هذه الأحداث طبعا مع اختلاف السنوات بس صار فيه بعشراء تحديدا أحداث كثيرة جدا هذه الأحداث لو نظرنا وتأملنا فيها لأعتبرنا وبالأساس الشرع الحنيف يعني أمرنا أن ننظر في من كان قبلنا من الأمم السابقة وأن نعتبر بما جرى لهم في هذه الأرض أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة ولكن الآن ماذا حصل لهم الذين كانوا قبلنا أين هم اليوم فاهبوا بس إحنا بدنا نعتبر لأنه مثل ما هم يراحوا إحنا كمان حروح إحنا كمان حروح بس اللي بيختلف إنه الإنسان إذا كان عمل خيرا في هذه الدنيا وأنبت نباتا حسنة وفعل فعل الخيرات والطاعات وكان ينشر الخير والهدى والفضل ودعوة الأنبياء هذا الإنسان يخرج من هذه الدنيا وهو رابح لأن في ناس كانوا قبلنا وفي ناس الآن ما اعتبروا عم بيعملوا الأعمال الباطلة وينشرون الفساد في الأرض فهؤلاء عندما يأتون ماذا سيكون بانتظارهم سبحان الله العظيم إحنا مهم جدا أنه نعتبر بالأقوام الماضية نأخذ منهم نأخذ العبر مما جرى لهم مما حصل معهم حتى نصلح من أحوالنا ونحن في هذه الدنيا قبل أن نفارق هذه الحياة يعني مطلوب كل واحد فينا يتعظ يتعظ بغيره يتعظ من هؤلاء الذين كانوا قبلنا ويحسن فيما بقي له من حياته والقرآن الكريم وردت فيه الكثير من القصص التي تدل على أهمية الاعتبار بما حصل مع الأمم الغابرة حتى حتى نأخذ الحذر ونحذر حتى لا يصيبنا ما أصابهم وحل بهم من العذاب لأن إذا ما أخذنا العبرة معناته إحنا ما حنستفيد إلا إلا من ما حنستفيد من اللي صار معاهم هاي الأمور والأحداث التي حصلت والتي أخبر الله عنها في القرآن وأخبرنا فيما فعله بمن ظلم وتجبر وعصى وطغى إحنا كيف ننخذ العبرة أليس الله قال أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين مع كل النعم اللي كانوا فيها وأن الله وسى عليهم ورزقهم من الخيرات تجبروا وطغوا وأفسدوا وعصوا وعصوا يعني شو معنى الآية معناه ألا تعتبرون بمن كانوا قبلكم فأهلكناهم هؤلاء الأمم التي كانت قبلكم كذبوا الأنبياء وكانوا في رغد وسعة من العيش أهلكناهم فإياكم أن تتجبروا وأن تتركوا الإيمان بالرسل الآن في عنا محطات هاي المحطات احنا مثل ما ذكرنا مهم جدا أنه نستغلها بتمر علينا كل سنة يمكن أدركها أنا سنة هاي سنة الجاي ما أدركها الله أعلم ما بيعرف الواحد إمتى حيعيش إمتى رحيموت فبدنا نستغلها الأيام المباركة بطاعة الله سبحانه وتعالى وإحنا ذكرنا بأنه القصص التي ذكرها الله عز وجل في القرآن فيما جرى مع الأمم السابقة وفيما جرى مع الأمم في يوم عاشراء هذه نأخذ منها الدروس والعبر نأخذ منها الدروس والعبر نأخذ منها الدروس حتى نغير من أحوالنا وحتى نصلح أنفسنا حتى نصلح أنفسنا إحنا مهم أنه دائما نكون على مراقبة نراقب نراقب إحنا هل إحنا على الطريق الصحيح هل إحنا عم نؤدي الواجبات عم نجتنب المحرمات هل إحنا متمسكين بشرع الله سبحانه وتعالى التمسك الكبير والعظيم هل إحنا فعلاً عم نقتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وما عم نتأثر بالفتن اللي عم نشوفها اليوم عم تجرف عدد ضخم من الناس إحنا بدنا نكون دائماً على حذر لذلك دائماً إحنا اجتماعنا اجتماع على الخير وعلى الهدى مننصح بعض بالخير منذكر بعض بالأشياء التي فيها منفع لنا إن شاء الله في الدنيا وكذلك في الآخرة هلأ يوم عشراء حصلت فيه أحداث كثيرة حصلت فيه أحداث كثيرة هذه الأحداث تدل على أن هذا اليوم له مزية هذا اليوم كما ذكرنا قبل قليل هو يوم مبارك حتى لو كان في بعض الأحداث اللي حصلت فيه أحداث مؤلمة ولكن هو يوم مبارك هذا اليوم العاشر من محرم كثير من الأحداث من الحوادث من الأشياء حصلت في ذلك اليوم فما هي هذه الأمور التي جرت في يوم عشراء ما هي الأشياء التي حصلت في هذا اليوم إن شاء الله سنتحدث عنها بعد هذا الفاصل سيداتي وسادتي بدأت الطائرة بالهبوط التدريجي يرجى من صدراتكم العودة إلى مقاعدكم ووضع المقاعد في وضعها العمودي المعتدل اضلاقوا الطاولات التي أمامكم وربط أحزمة المقاعد استعداداً للهبوط شكراً الأردنية للطائرات في السماء عنواننا وفي الأرض استقرارنا إذن هناك أحداث حصلت في يوم عشراء أحداث كثيرة على اختلاف طبعاً السنوات من هذه الأحداث قبول الله سبحانه وتعالى توبة سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم بعد أن أكل من الشجرة التي نهاه الله تبارك وتعالى عن الأكل منها هذه معصية صغيرة ليس فيها خصة ولا دناءت نفس حصلت منه صلى الله عليه وسلم قبل أن ينبأ كذلك في يوم عشراء رست سفينة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام على جبل الجودي كذلك في يوم عشراء نجى الله تبارك وتعالى نبيه إبراهيم من النار التي ألقي فيها فلم تحرقه في يوم عشراء أيضاً كانت ولادة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وولد يوم الجمعة في عشراء كذلك في يوم عشراء رد الله تبارك وتعالى يوسف على يعقوب عليهم السلام وفي يوم عشراء أعطى الله عز وجل الملك لسيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام وكذلك في يوم عشراء تزوج سيدنا سليمان من بلقيس وفي يوم عشراء غفر الله تبارك وتعالى لنبيه داود عليه السلام وفي يوم عشراء نجى الله تبارك وتعالى نبيه موسى عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا معه من بني إسرائيل وفي يوم عشراء ظهر سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام على السحرة فغلبهم في ذلك اليوم هذا اليوم الذي جمع فيه فرعون السحرة لكي يغلبوا موسى فغلبهم موسى ودخلوا في دين الإسلام وكذلك في يوم عشراء رفع الله عز وجل العذاب عن قوم يونس عليه الصلاة والسلام وقبل توبتهم وفي يوم عشراء نجى الله تبارك وتعالى نبيه أيوب صلى الله عليه وسلم من الضر وكما تعلمون ما أصاب أيوب لم يكن مرضا منفرا ابتلاه الله تعالى بمرض ثم 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 عافاه الله وليس صحيح ما يقوله البعض أن الدودة كان يخرج من جسمه وأن رائحته كانت سيئة كل هذا كلام لا يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كذلك في يوم عشراء حصلت غزوة ذات الرقاع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذهب في هذه الغزوة كانت هذه في السنة الرابعة للهجرة وفي يوم عشراء نجى الله عز وجل نبيه يونس من بطن الحوت نجاه وأخرجه في يوم عشراء أهبط آدم صلى الله عليه وسلم إلى الأرض وفي يوم عشراء أيضا استشهد الإمام الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه وكانت هذه فاجعة ألمت بالمسلمين كما تعلمون أنه قتل في كربلاء يوم الجمعة في العاشر من المحرم سنة إحدى وستين للهجرة هلأ أحداث كثيرة ذكرنا منها تقريبا خمستعشر أو أكثر قليلا حصلت كلها في يوم عشراء سنذكر إن شاء الله بعض الأشياء التي حصلت في هذا اليوم نحن قلنا أنه بيوم عشراء تاب الله تبارك وتعالى على سيدنا آدم وكما تعلمون آدم أكل من الشجرة التي نهاه الله أن يأكل منها ولكن نحن نعلم علم يقين بأن الأنبياء منزهون عن الكفر وعن المعاصي الكبيرة والمعاصي الصغيرة التي فيها خسة ودنائة نفس يعني الأنبياء لا يحصل منهم ذلك لا يقعون في هذه الأمور لأن الله تبارك وتعالى عصمهم أما ما حصل مع سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم كانت معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دنائة نفس وتاب منها وقبل الله عز وجل توبته وكان آدم قد نهي عن أن يأكل من شجرة واحدة من أشجار الجنة وأباح الله تبارك وتعالى له ما سواها فوسوس له الشيطان له لسيدة حوى أن يأكلا من هذه الشجرة فأكلا منها كما بيّن الله عز وجل ذلك في القرآن الكريم في عدة مواضع كما في قوله فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وكما قال ربنا أيضا مبينا ذلك في كتابه الكريم قال ربنا وعصى آدم ربه فغوى وعصى آدم ربه فغوى وقال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى إذن تاب الله تبارك وتعالى على نبيه آدم من هذه المعصية حتى أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الحاكم في المستدرك على الصحيحين ورواه أيضا الإمام البيهقي عن عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة يعني معصية الأكل من الشجرة لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي فقال الله يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه الله يعلم كيف عرف آدم لأن آدم توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي يعني يا رب اغفر لي بجاه محمد ولكن ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت قد ولده فقال وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه قال يا رب لأنك لما خلقتني بيدك يعني بعنايتك لأن الله منزه عن الأعضاء والجوارح قال ونفخت في من روحك أي خلقت في الروح التي هي ملك لك لأن الله ليس روحا بل هو الذي خلق الأرواح قال سيدنا آدم كما قال عليه الصلاة والسلام رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إليه إذ دعوتني بحقه فقد غفرت لك وهذا الحديث دليل على أن آدم صلى الله عليه وسلم اقترف ذلك الذنب الذي هو الأكل من الشجرة ثم تاب منه وتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فتاب الله عليه وفيه دليل على جواز التوسل بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهذا التوسل ليس فيه شرك وليس فيه عبادة لغير الله بدليل أن آدم فعله والرسول ذكر ذلك في هذا الحديث الذي رواه كما قلنا الحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين ورواه أيضا الإمام البايهقي رحمات الله تبارك وتعالى عليه احنا عم نذكر اختصار ما عم نذكر القصة كاملة ولكن عم ننوه على بعض الأحداث التي حصلت في هذا اليوم إذن قلنا في يوم عاشرة تاب الله تبارك وتعالى على نبيه آدم صلى الله عليه وسلم وكذلك نجى الله عز وجل نوحا ورست سفينته على جبل الجودي سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسل إلى قوم كفار يعني كل الأنبياء الذين كانوا قبله كان الناس في أزمنتهم على الإيمان كما قال ربنا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين قال ابن عباس كان الناس أمة واحدة يعني كلهم على الإسلام يعني زمن سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام له أول أنبياء والبشر بعدين ثاني الأنبياء كان سيدنا شيث عليه الصلاة والسلام بعدين سيدنا آدم وسيدنا شيث وسيدنا إدريس الناس في أزمنتهم كانوا على الإسلام كانوا على الإيمان هذا معنى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين كان أول نبي أرسل إلى الكفار يعني بعد إدريس حصل الكفر فكان أول نبي أرسل إلى الكفار هو سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام وسيدنا نوح دعا قومه إلى الإسلام دعاهم إلى الخير دعاهم إلى الإسلام ألف سنة إلا خمسين سنة ألف سنة إلا خمسين تسعمية وخمسين سنة وهم يكذبونه ويسبونه ويضربونه وأحيانا كان يغشى عليه من شدة الضرب ما تخيلين تسعمية وخمسين سنة الله قال فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما في سورة العنكبوت ألف سنة إلا خمسين عاما تسعمية وخمسين يدعوهم ويدعوهم وهم مؤيد بالمعجزات الباهرات والعلم والحجة والدليل والأسلوب الحسن عشان تعرفوا قديش في ناس قلوبهم كالحجارة بل هي أشد قسوة لم يهتد ثم الله تبارك وتعالى أوحى إليه بعد سعمية وخمسين سنة دعوة إلهم أوحى الله عز وجل لسيدنا نوح بأنه لن يؤمن أحد من قومك إلا الذين كانوا قد آمنوا قبل ذلك خلص هذولا اللي ما آمنوا ما حيؤمنوا كما أخبرنا الله عز وجل وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن إلا من قد آمن هلأ كان قديش آمن بالتسعمية وخمسين سنة اللي داع فيهم سيدنا نوح تقريبا نحو الثمانين شخص ما بين رجال ونساء يعني عدد قليل جدا دعوة تسعمية وخمسين سنة يطلع ثمانين قليل جدا عند ذلك بعد أن أوحى الله عز وجل إلى سيدنا نوح بأن هؤلاء الذين لم يؤمنوا لن يؤمنوا الذين لم يؤمنوا لن يؤمنوا دعا على هؤلاء القوم الظالمين دعا عليهم دعا أن يهلكهم الله وأن لا يترك منهم أحدا يعني لما يئس من إيمانهم دعا عليهم فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك انتذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا فلما شك إلى الله ودعا على هؤلاء الله تبارك وتعالى تقبل منه ذلك وأمره أن يصنع السفينة أمره أن يصنع السفينة فصنع تلك السفينة من شجرة نبتت يوم ولده وكان الكفار عندما يرونه يبني سفينة على اليابسة ما فيش بحر يعني بالعادي واحد بيبني سفينة بيكون قريب من البحر عشان يخلص من بناء السفينة ويطلع بالبحر ما كانش في بحر فكانوا يضحكوا عليه أنه كانوا يقولون له يا نوح تركت النبوة وصرت نجارة يستهزئون به وكيف تبني سفينة على اليابسة لا يوجد ماء هنا ويضحكون عليه يضحكون عليه وأهم لا يعلمون ماذا سيكون ماذا سيحصل وسبحان الله بنى السفينة ثم ركب في السفينة من آمن من كل زوجين اثنين حتى الدواب والبهائم والطيور كلهم ركبوا معه في السفينة ثم حصل الطفان المعروف وكان الذين أنجاهم الله تبارك وتعالى هم الذين ركبوا في السفينة وأما هؤلاء الذين كانوا من الكفرة ولم يؤمنوا بنبي الله نوح ولم يركبوا معه في السفينة كانوا من المغرقين الهالكين حتى كان واحد من أولاد سيدنا نوح لهو كنعان ما رضي أن يؤمن فكان من الهالكين وهذا فيه عبرة لنا جميعا كان ذلك اليوم الذي نجى الله تبارك وتعالى فيه نوح ورست فيه السفينة على جبل الجودي يعني بعد لما رست السفينة كان بيوم عاشرة كذلك كما قلنا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام الله نجاه من فرعون نجاه من فرعون ومن جنود فرعون سيدنا موسى لقي من فرعون كما تعلمون ما لقي من الأذى فخرج موسى عليه الصلاة والسلام ومن تبعه من بني إسرائيل من مصر بعد أن أرسله الله تبارك وتعالى هو وأخاه هارون إلى فرعون ليدعوه إلى الإسلام فكما تعلمون هو رفضا ولم يؤمن أظهر جبروته كان ظالما جبارا طاغي يدعى إلى ألوهية قال أنا ربكم الأعلى وقال لأهل مصر لا أعلم لكم من إله غيري ثم ما رح نذكر تفاصيل القصة ثم آل الأمر إلى أن ذهب موسى عليه الصلاة والسلام بمن آمن به من بني إسرائيل من مصر فلحقه فرعون هو ومن معه لقتل موسى للقضاء على موسى وعلى من آمن به كان التقوا عند البحر هم الآن كان عدد اللي مع سيدنا موسى قدش كان مع سيدنا موسى كان معه ستمائة ألف شخص ستمائة ألف فرعون قدش طلع معه طلع معه مليون وستمائة شخص من المقاتلين يعني تخيلوا هم التقوا عند البحر تواجهوا ألا هنا وراهم البحر والعدو أمام خلفهم البحر والعدو من أمامهم كيف بدهم يركبوا بالبحر بدون سفن وكيف بدهم يواجهوا هذا العدد الضخم من العدو البحر وراهم واللي قدامهم عدو من حيث العدد أعدادهم تفوق يعني عم نحكي هون ستمائة وهناك هون ستمائة ألف وهناك مليون وستمائة ألف يعني فيه زيادة مليون لما شافوا الموضوع زي هيك أنه خلص فيش مجالي يعني النتيجة نتيجة الأمر واضحة جدا فماذا قال الذين مع موسى عليه السلام قالوا إنا لمدركون انتهى قضي علينا فيش مجالي يعني نتيجة واضحة إنا لمدركون شوفوا الإيمان قوة الإيمان قوة اليقين التوكل على الله الاعتماد على الله إن تنصروا الله ينصركم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله سيدنا موسى لما قالوا إنا لمدركون قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين فإذا كان الله معك فلا تبالي ماذا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا الصديق قال لا تحزن إن الله معنا إذا كنت على الطاعة وعلى الإيمان وثابت على هذا ومتمسك لا تخف إذا كان الله معك فلا تخف قالوا إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين أوحى الله إلى موسى أندرب بعصاك البحر فضرب البحر بعصاه فانفلق البحر 12 فرقا كل فرق قد طوضي العظيم وقف الماء كأمثال الجبال فعبر من خلاله موسى ومن معه من المؤمنين فماذا حصل لحقهم فرعون وجنوده فلما لحقوهم ودخلوا في البحر أطبق الله عز وجل البحر على فرعون وعلى جنود فرعون فكانوا من المغرقين الهالكين ونجى الله موسى ومن معه نجى الله عز وجل موسى ومن معه وأظهره الله تبارك وتعالى على عدوه فرعون وأظهر الله جسد فرعون وجد منتفخا عبرة للذين كانوا في ذلك الوقت وعبرة أيضا لنا في زماننا هذا حتى نعتبر فكل هذه الأحداث كانت في يوم عشراء المبارك أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يوفقنا لطاعته والإكثار من الأعمال الصالحة وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يعتبرون ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن ربي على كل شيء قدير وإنه بعباده لطيف خبير وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنا وعنا الدليل واضح وصيل ظاهر وعلي بيشفي العليل نفحاته فينا شو بتجوينا من جهل الجاهل هو بيحمينا عنا الدليل اشتركوا في القناة